لابد من الإشارة بالجهد الكبير الذي ظلت تبزله حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وكل معاونيه من ولي عهده وكل المعاونين مروراً بوزارة الداخلية ووزارة الحج السعودية واللجنة العلية ولابد من الإشارة أيضاً إلى الجهد الكبير الذي بوزل في توسعة المطارات وتهيئتها مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة مطار الملك عبد العزيز بجدة وميناء جدة الإسلامي الطفرة الكبيرة التي تحققت في النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في غطار المشاعر في غطار الحرمين التوسعة الكبيرة في الحرم المكي والتوسعة أيضاً التي كانت في الحرم المدني واضحة جداً من خلال الخدمات التي قدمت أيضاً الأعمال التي تم تقديمها في المشاعر المقدسة تسهيلاً وراحة للحجاج وقد تواضع قادة الأمة في زماننا المعاصر على قبول هذه الرعاية من المملكة العربية السعودية لشؤون الحج وقد ارتقت بحمد الله تعالى مرة تلو أخرى وبحمد الله تعالى تعقد الندوات والنقاشات وتراجع هذه الترتيبات كل عام ويشترك أهل الإسلام ويقدمون النصيحة ونشهد بحمد الله تعالى أن هذه المملكة العربية السعودية على الأقل قد وحدت الإمامة ويسرت الكثير من الشعائر في أرض الحرمين نحمد لهم ذلك وندعو الأمة إلى أن تدعو لمزيد من الرسوخ والطمأنين في أداء هذه الشعائر اشتركوا في القناة